قادة وممثلون وأعضاء عن جمعيات إسلامية وحزبية وعمالية وكاديمية نظموا ندوة للتضامن مع المملكة العربية السعودية المشاركون جددوا تنديدهم بالاعتداء على السفارة السعودية في إيران وأعلنوا دعمهم لمواقف القيادتين السياسية والعسكرية بالرد القوي ضد أي تهديد يمس سيادة المملكة ووحدة أراضيها موقف القيادة الباكستانية والشعب الباكستاني واضح في الدفاع عن السعودية إن تعرضت سلامة أراضيها لأي تهديد فنحن نعتبر أن أمن المقدسات أولوية بالنسبة لنا موقف حكومة باكستان واضح في تأييد المملكة العربية السعودية والشعب الباكستاني والجماعة الدينية الباكستانية كلها تقول بأننا مستعدون لأي تضحية في الدفاع عن الحرمين الشريفين مشاركون انتقدوا مواقف بعض نواب المعارضة وتغطية بعض وسائل الإعلام محذرين من المساس بعلاقات إسلامباد والرياض كما نددوا بسياسات إيران التوسعية وتدخلها في شؤون دول المنطقة ندد بالاعتداء على السفارة السعودية في إيران وما قامت به السعودية كان وفقا لأحكام القانون وتطبيقا للشريعة وليس من حق إيران الاعتراض على ذلك كلمات المشاركين أكدت متانة العلاقات الباكستانية السعودية كأولوية يجب على الحكومة تعزيزها والحفاظ عليها كما ثمنوا مواقف المملكة تجاه الأزمات والكوارث التي مرت بها باكستان والدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الرياض لإسلام أباد نحن كشعب وطبقة عاملة وحكومة وجيش نقف إلى جانب السعودية وشعبها ونحن مستعدون في كل وقت ومهما كلف الأمر للدفاع والتضحي عن أراضي السعودية والحرمين الشريفين وقد تواصلت الفعاليات الشعبية والحزبية ضد سياسات إيران حيث شاهدت عدة مدن باكستانية وقفات احتجاجية نداد فيها المتظاهرون بالمواقف الإيرانية وأكدوا دعمهم للقيادة والشعب السعودي رسائل عدة أراد المجتمعون إيصالها أمن وسيادة المملكة العربية السعودية والتدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية خط أحمر لا يجب التهاون أو السكوت عنه عبد الرحمن المزيني العربية إسلام أباد اشتركوا في القناة